اشتركوا في القناة وانتي دايما بخير في كل وقت وفي كل مكان الحقيقة انه شهر واحد في السنة ما يكفيش ابدا اننا نحتفل بالام او بالمرأة عموما ومش بقول الكلام ده تحيز مني للمرأة لأ انا بقول الكلام ده لانه حقيقي الدور اللي بتقوم بي المرأة في المجتمع وقد ايه بتخلي الحياة افضل وانه حقيقي هي تستحق التقدير طول ايام السنة النهاردة الستة اثبتت نجاحها في كل المجالات واشتغلت في مهن صعبة جدا وشاقة جدا وكانت حكري يمكن المهن دي على الرجالة بس الست قدرت تثبت وجودها في كل المهن اللي اشتغلتها الستة هي السنة الستة هي الضهر الحقيقي لزوجها في اي ازمة او في اي محنة وهي الحضن اللي بيضم الكل بحنانها وبقوتها مهما كانت اوجعها ومهما كان اللي بتمر بيه وزي ما المرأة كان ليها بصمتها في مجالات مختلفة كان ليها كمان بصمتها وابدعتها القوية جدا في مجال الكتابة ومن خلال كتابتها عبرت عن واقع المرأة نفسيتها احتياجاتها مشاكلها سراعتها النهاردة معانا كاتبة كبيرة جدا ومتميزة جدا وهي الكاتبة والروائية منصورة عاز الدين هنتكلم معاها عن روايتها وراء الفردوس وهنشوف معاها ازاي قدر التعبر عن المرأة في الرواية بتاعتها ولكن قبل ما نتكلم مع ضفتنا وقبل ما نقبلها ونتكلم عن روايتها تعالوا زي ما احنا متعودين نروح نشوف مع بعض تقرير البس سالر او الكتب الاكثر مبيعا ونرجع لحضرتكم ارادة يحكى ان يقدم لكم الكتب الاكثر مبيعا وذلك في حلقة جديدة من كل اسبوع نرصدها لكم طبقا لما نواهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تنوعت كتب هذا الاسبوع بين الروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ تتصدر قائمة الكتب الاكثر مبيعا من جديد رواية الحلواني ثلاثية الفاطمين للكاتبة الدكتورة ريم بسيوني وهي ثالث الثلاثيات التاريخية للكاتبة بعد ثلاثية الممليك والقطائع في المركز الثاني جاءت رواية يوتوبيا للراحل الكاتب دكتور احمد خالد توفيق وتعتبر من اشهر روايات الكاتب وترجمت الى عدة لغات تدور احداثها في المستقبل الذي يتصوره المؤلف تحتل المركز الثالث احدث روايات الكاتبة نورا ناجي سنوات الجري في المكان وتدور احداثها حول العشر سنوات ما بين ثورة يناير وفيروس كورونا ومدى تأثير هذه المرحلة على جيل كامل لم تخل القائمة من التجارب الذاتية فجاء في المركز الرابع كتاب الدحيح ما وراء الكواليس للكاتب طاهر المعتز بالله والذي يحكي فيه عن كواليس برنامج الدحيح تختتم قائمة الكتب الأكثر مبيعا بكتاب علاقات خطرة للكاتب الدكتور محمد طاه ويتناول أنواع وتفاصيل العلاقات الإنسانية المؤذية لأصحابها وكيفية التعامل معها وزي ما هو معروف أن شهر مارس هو شهر الربيع وهو شهر الزهور وكمان شهر الستات اللي هي طول السنة ناسية نفسها وبتقدم كل تاقطها وكل مجهودها لأسرتها والشغلها لدرجة أنها أحياناً بتنسى نفسيتها وبتنسى حقها في نفسها الحقيقة أننا النهاردة معنا كاتبة لطيفة وشابة هنعمل معاها مكالمة عن طريق التليفون دلوقتي وهي اسمها سالي الباز سالي الباز عملت رشدة نفسية بتأكد لكل ست وبتأكد لكل بنت إن هي قادرة إنها تعمل لنفسها كل حاجة وقدرة إنها تساند نفسها يمكن أكتر من كمان الناس اللي حواليها وقدرة كمان إنها تواجه الاكتئاب هيكون معاكم ومعنا دلوقتي عن طريق التليفون الأستاذة سالي الباز ولهنتكلم معاها عن كتابها نساء ضد الاكتئاب أهلا بيكي أستاذة سالي أهلا بيكي أستاذ رانيا كل سنة ونطيبين وحضرتك طيبة كل سنة بنيتا وست ومرأة وام في شهر المرأة بخير طبعا كل سنة وكلنا طيبين وكلنا دايما بخير ومبدئيا كده عايزين نتكلم عن عنوان الكتاب الجميل اللي حضرتك عملتي وهو نساء ضد الاكتئاب إزاي اتكلمتي عن الكتاب في مواجهة الاكتئاب إزاي شرحتي الحالة النفسية السيئة اللي ممكن تكون أي بنت أو أي ست بتمر بيها تمام هو طبعا لأن الستات أكثر عرضة للاكتئاب بسبب ظروف الحياة والضغوط اللي بيمروا بيها ومسؤولات الكتير اللي عليهم عيو فقررت أن أنا أعمل الستات برنامج وبرنامج مجرب يعني إزاي الستات تقدر أن هي تحارب أو تقي نفسها من الاكتئاب في خمس شهور أو عشرين أسبوع بحيث أن كل أسبوع هي بتعمل زي مهارة جديدة إيما بتتعلمها أو بتنفذ حاجة تخليها تشعر بأقل اكتئابا أو أن هي تشعر بسعادة معنا صحيح بنرفع معدلة بسعادة طب إحنا محتاجين نعرف الرشدة اللي حضرتك قدمتها في الكتاب ما إحنا عايزين كلنا نستفيد منها يعني في الفترة اللي حضرتك حددتيها دي حددتي إيه؟ أو قررتي أنك تنصحي الستات بإيه؟ طيب خلينا في البداية طبعا كنت بتكلم أنه الستات محتاجة تعرف أن الحياة يعني أصلا هي الحياة صعبة ما هيش طريق مباهد طبعا تتعلم بعض الحاجات خلينا نتكلم باختصار كنت بادية أنه إن هي محتاجة تتعلم أن هي تكتب تدون ويبقى ليها زي جورنال أو نوتة بتكتب فيها لأنه الكتابة حتى هي مش كاتبة حتى هي بتعرف تكتب كلمات بسيطة ببدا الكتابة نوع من أنواع التنفيذ عن المشاعر السلبية والغضب فأول أسبوع قدت لها اكتبي اكتبي كل حاجة مضيقاكي اكتبي حاجة يعني أي موقف مريتي بيه فعلا يعني مضيقك لا اكتبيه ولو مواقف تانية فراحتك اكتبيها وياردت يبقى ليها جورنال بتكتب فيه كمان حاجات إيجابية ساعات كتير بيبقى فيه حاجات ما قلرت حاجة سمعتها حاجات إيجابية بحيث أنه يبقى دايماً ليها ريفرنس يعني دايماً تبقى حاسة أن هي نفسيتها مش كويسة شعر حدك مسببات الاكتئاب أو الضغط كتيرا فيه بسبب الظروف الاقتصادية بسبب الظروف الاجتماعية بسبب دي الوقت الناس حسنه أو ستة حسن هي الوقتها دايق فاعطولي هي حسن هي مضغوطة وتحت ضغط فعشان كده هتلاقيني في كل أسبوع بتكلم عن حاجة بتمس حاجة من الحاجات دي فمن ضمن الحاجات طبعاً بسبب ضغط الوقت فاتكلمت أن هي في تاني أسبوع تبتدي تنظم وقتها وقنت قلت لها بسيط جداً جداً أن هي هترسم دايرة دايرة دي هتقسمها أربعة تقسام كل قسم فيه ستة ساعات وتمثل ستة ساعات في اليوم عشي يبقوا 24 ساعة وتقول هي في الدايرة دي يومها ماشي ازاي يعني مثلاً لو هي بتاخد ستة ساعات في النوم فهتظلل الستة ساعات دي أو بتاخد ثمان ساعات تظلل الجزء من الجزء التاني المهمة بعد ما هي بتظلل دا بتعمل دايرة تانية وترسم فيها اللي هي عايزة تعمله في اليوم في فرق بين الدايرة تانية دايرة أولانية المهام اللي هي قريب مضطرة تعملها سويا عايزة أو مش عايزة هي دي المهام اللي يومها ماشي بها ازاي الحاجة اللي مطلوب منها تتع تعملها هي بتضيع وقتها في ايه او ايه اللي حاجة بالضبطية تقدر تحدد هي من الفرق الداريتين دا اكسرسايز بسيط جداً عشان نعلم الستات ازاي تنظم وقتها او ازاي تتخلص من حاجات اللي ضغطة وقتها وملهاش لازمة وبالتالي هي لما تحس ان وقتها متنظم هيها تبقى اقل ضغط من ضمن الحاجات اللي اتكلمت عليها انه ودي بتأثر على ستات كتيره انه احنا الحاجات لما جيت اكتب الكتاب قريدي كنت اعملت زي مقابلات مع ستات كتيرة وقدرت ان انا يعني ادرس على قلة او قلمس ايه معظم الستات بتمر بيه من ضمن الحاجات ان فيه ستات للأسف يعني اخطاء الماضية او ممكن اقول المشاكل اتعرضت لها في الماضي زي اللي جام على رقابتها مش عارفة تتخلص منها مأثرة على الحاضر بتاعها وبالتالي مستقبلها فكنت من ضمن الحاجات كنت دايما وده حاجات حتى انا عملتها مع الستات لانه كنا ساعات بعمل الساشلز لايف قوتش للستات متكلم وقلت لها اكتبي ايه رأيك تكتبي كل حاجة برضو من الحاجات بتاعت الماضي المضايقاتي ولسا مأثرة عليك لحد النهاردة اكتبيهم كلهم وبعد كده اتني الورقة دي وكتبي اكتبي جملة كده انا متصالحة مع نفسي انا متصالحة مع الماضي وعاكي احرق الورق ده العملية دي بتحسسها بايه او بتخليها تقول ايه هي حددت بالضبط ايه اللي مضايقها من زمان وغاية دواتي مأثرة عليها وابتدت ان هي تتقعد مع نفسها وتقول خلاص انا تصالحت مع الماضي ده عشان انا لازم هكمل لازم اقدر يعيش من حاضر كويس عشان اقدر يبقى ليه مستقبل احسن من الماضي فالعملية دي زي عملية تدريب للمخت انه خلاص انا الجزء ده انا لازم انبيه وابتدي بداية جديدة باكسرسايز بسيطة وكل اللي انا حتى قلته في كتابي هو حاجات مش مكلفة رغبة في التغيير وان هي فعلا تبدأ بداية جديدة اه ما حدش هيقدر يساعدها ولا مليون اه كتاب ولا مليون اه دكتور لازم اول حاجة ان الست تتقرر ان انا فعلا عايزة اعالج نفسي فاضل بس ان احنا نقول لها طب انت تبتدي ازاي يعني حطاها على الطريق لكن اول حاجة القرار لازم تاخد القرار كان من ضمن الحاجات اللي كنا تتلمنا عليها برضو قائمة الاعمال اه دلوقتي هي محتاجة في اليوم في بداية اليوم تكتب كل المهام اللي عليها بس لات احنا نتلم في استدق ام وبتشتغل ووراها مسؤوليات كتير اه محتاجة تكتب كل المهام اللي عليها وبتبتدي نهاية تصنفهم فيها حاجات هم جدا او عاجلة بمعنى صح مهم جدا مهم اه غير مهم بعد ما بتكتبهم بتبتدي بقى لما تلاقي نفسها انه هي صنفتهم كتبت كل الحاجات عليها وصنفتهم بالمدى اهمية الحاجات التاسكس او المهام اللي عليها دي ايه فلما تلاقيت ان في حاجات مش مهمة مش ضرورية لا دي تحزفها ده بداية خلاص انا هشطبها اصلا مش هشطبها في المهام بتاعتي اه وخصص لكل مهمة ماكسما ساعة لساعتين وبالتالي المهام الكبيرة لازم تقسمها مهام صغيرة اه تمام فهتقسمها لكده لو هي قدرت ان هي تقسم المهام بتاعتها وتتخلص من الحاجات الغير مهمة لانه قطر المهام بتخلي البني ادم يشعر بضغط لكن لما انت تكتب يقصاد عينك بتقريهم تاني انت بتقدر تصنفي الحاجة فانت نفسك اللي هتقرر ان الحاجات دي مش مهمة وكنت بداية وقت فيها عالف فاضي لأ شليها شليها من الليست خالص وخليكي في الحاجات العاجلة اللي انت محتاجة بتعمليها وما يليها المهم جدا خلصنا دول هتبتدي بتنزلي بالاقل اهمية وزي ما قلتلك المهام الكبيرة قوي بل طاية كبيرة قسميها المهام بالضبط فدي قائمة الاعمال وزي ما قلنا لها فوايد كتيرة بتنظم فكرنا بتساعدنا على الانتاجية لما عملوا دراسة في هارفورد لو ان المديرين تسعين في المئة من المديرين بيبقى شغلهم اقل الانتاجية بسبب ان هما ما بيعملوش قائمة الاعمال ما بيعملوها لا الدنيا بتبقى بيبقى اكثر انتاجية كمان في دراسة قالت ان 15 دقيقة من تنظيم الوقت او 15 دقيقة من التخطيط توفر ساعة تنفيذ يعني الناسنا بتقعد الاول بتخطط قبل ما تخش عطول وتنفس الناس الاول بتخطط هي بتوفر وقت من التنفيذ طبعا فدي برضو ده بناء على دراسات نعملونا دراسة على الف ست قالولوهم اكتبوا كل الحاجات ف Applicant один بتقولولات كل حاجاتras طيب اتساكلوهم سؤال تاني طيب ايه اكتر حاجةمن الحاجات دي حقق essaarea فลعت ايه بقى singing اكتشفوا ils ان الف ست ما كانتش راضي عن الحاجةمن الحاجات ماوجاتش حاسة بالسعادة اتجاه الحاجات كل المهام اللي عملتها في اليوم اللي قبلها وبالتالي داي خلينا نقف وقفة إنه لأ لازم الست يبقى ليها وقت في اليوم ووقت النفسها إن شاء الله وقت قولي إن شاء الله نصف ساعة في اليوم طبعا وده اللي دايما بنقول عليه المي طايم أكيد مفهوم مفهوم أنا طبعا أنا أسرة تحترموا الأولاد يحترمون أكيد أكيد أنا بشكر حضرتك على وجودك معنا وإن شاء الله اللقاء اللي جاي تكوني من ورانا في الستوديو وكل سنة وحضرتك طيبة وكل سنة وكل أم وكل ست طيبة مرسي مرسي لحضرتك مشاهدينا خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضرتكم ونكمل حلقتنا معاكم رجعنا لحضرتكم مرة تانية ومن أورانا النهاردة في الستوديو زي ما قلت لكم في البداية الكاتبة والروائية المتميزة جدا الرواية الكبيرة الأستاذة منصورة عز الدين اللي هنتكلم معاها النهاردة عن روايتها وراء الفردوس واللي صدرت ليها طبعة جديدة مؤخرا ومعروف أن الرواية أو رواية وراء الفردوس وصلت للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية بوكر وده كان عام 2010 أهلا بحضرتك أستاذة منصورة ودايما بنكون سعداء بلقاء حضرتك أنا دايما أسعد ودي معكم إحنا بنتكلم عن طبعة جديدة ده معناها أنه كان فيه طبعة أولى كان فيه أكثر من طبعة أكثر من طبعة حضرتك قلت ليه يمكن 2009 كانت وراء الفردوس صدرت لأول مرة 2009 أول مرة صدر منها قبل كده 7 طبعات ودي الطبعة الجديدة عن دار الشروق جميل جميل ألف مبروك طبعاً مقدماً على النجاح اللي بتحققوا الطبعات كلها على كل المستويات وتعايي نتكلم شوية عن من وراء الفردوس إحنا عندنا بطلة الحكاية أو بطلة الرواية سلمة مظبوط سلمة رشيد سلمة رشيد سلمة رشيد اللي هي المفروض أن هي خرجت من العباءة بتاعت عائلتها أو من الحالة اللي كانت عايشة فيها مع عائلتها ومع أهلها كلمينا شوية عن الرواية ونحاول نعرف المشاهد إيه حكاية الرواية يعني يا الرواية أنا بدأت كتابتها 2004 وانتهيت منها في 2009 وصدرت 2009 هي بتحاول يعني بتلتقط أو بتدور حوالين التطورات اللي كانت في المجتمع المصري خاصة في الريف في التمانينات وبعدين التسعينات لحد الوقت يعني عن حد وقت صدور الرواية وهي بالأساس عن قرية صغيرة جداً في دلتان نيل في طور التحول من المجتمع الزراعي إلى مجتمع صناعي عشوائي من خلال تجريف التربة وتجريف الأرض الزراعية لكن بالأساس هي بتتناول حياة مجموعة من النساء يعني مش بس سلمة راشيد وجميلة صديقتها ولكن أجيال الأمهات والجدة وإزاي دور المرأة ممكن يبقى أساسي في مجتمع عريفي خاصة في مصر واختلاف يعني إزاي التعليم بيفرق يعني في فكرة الجيل طبيعة البيئة اللي كل شخصية بتعيش فيها درجة التعليم اللي هي بتوصل لها فإزاي كل ده بيفرق في مصائر النساء وفي شخصياتهم وفي تفاعلهم مع العالم حواليهم وإزاي دور العيلة وحضرتك يمكن أشارتي لدى إزاي دور العيلة ممكن يكون محور أساسي صحيح بتكوين الشخصية وفي أي حاجة ممكن تحصل بعد كده في المستقبل للبين صحيح كلميني شوية عن الدور ده وإزاي حضرتك أظهرتيه في الرواية هي الرواية أساساً عن فكرة أيضاً عن فكرة العائلة إزاي العيلة بتبقى العيلة ودورها وتأثيرها على الشخصيات يمكن سلمة في الرواية هي بتخرج من العائلة وبتعيش حياة مستقلة لكن في الرواية رواية بتبدأ أنها بتقرر العودة لبيت أبيها وبيت العائلة لأنها بتحاول تتصالح مع الماضي ومع المشكلات والأسرار اللي كانت موجودة في الماضي ويمكن الرواية بتبدأ بمشهد حرق صندوق في الأوراق القديمة الخاصة ببوها فكأنها بتحاول تتخلص من هذا الماضي لكن طبعاً من خلال الرواية بنكتشف أن التخلص من الماضي شيء مستحيل إحنا أبناء الماضي ده ولازم نعرف نتفاهم معاه نعرف نتجاوزه ونعرف نتسامح مع الأخطاء اللي حصلت فيه والأهم من كل ده إزاي نقدر نفهمها يعني نقدر نفهم تأثير العائلة المشكلات اللي ممكن تبقى فيها أسوة الشخصيات مثلاً الرئيبة مننا ممكن تشكل مصائرنا ممكن تخلينا بنطلع إزاي المعتقدات العيلة دي إزاي تأثيرهم علينا ممكن يكون سلبي أو إيجابي ده بنعرفه لما بنجبر من خلال شخصيات وأحداث معينة في الرواية طبعاً المقولات الشعبية أو الأفكار الشعبية الموروثة في تراثنا بشكل عام إذا كان في السعيد أو في الفلاحين أو في أي محافظة من المحافظات حتى عندنا في مصر قد إيه كانت مؤثرة وقد إيه مازالت على فكرة مؤثرة أحياناً حدرتك أشارتي لده في الرواية هي أيما على فكرة الغيبيات والخرافات والتفاصيل المعتقدات الشعبية إزاي بتأثر في الشخصيات يمكن أحياناً حتى في مرحلة معينة كانت هذه العادات والتقاليد والمعتقدات بتبقى أكثر تأثيراً من الدين نفسه أيوه جميلة نتكلم شوية عن جميلة جميلة هي بنت عام البطلة؟ لا هي قريبتها صحبتها بنت الخادم في العائلة لكن بتتحول إلى جزء من العائلة من خلال زواج أمها من أحد الأشخاص الأساسيين تأثيرها في الرواية حكايتها في الرواية تأثيرها على سلمة اللي هي بطلة الرواية حدرتك كمان قشرتي لده أحكينا شوية عنه أنا مش عايزة يعني أحكي الرواية لكن هي كأنها مرآة سلمة بتشوف فيها نفسها بتشوف فيها إنجازاتها بتشوف اللي حققته أجميلة واللي هي ما حققتهش يعني كان عندي تمور خلال الكتابة إن أنا أكتب عن صداقة بين بنتين شخصيتين من الطفولة لحد الشباب وإزاي العلاقات بين النساء ممكن تكون معقدة تماما يعني فيها الحب والقراهية الغيرة والتعاطف يعني من خلال شخصية جميلة فكأن الجميلة هي وجهة آخر لشخصية سلمة أو الوجهة اللي تمنت سلمة أن تكون ولم تستطع أن تكون علي والأب حضرتك كمان أشارتي لدور الأب عايزة أتكلم عن دور الأب في الرواية واللي حضرتك أشارتي إليه وعايزة أسمع من وجهة نظر حضرتك ككاتبة وتم جدا بقضايا المرأة دايما بتكتبي عن مشاكل المرأة قد إيه تأثير الأب على البنت من صغرها بوجوده أو بغيابه ممكن يكون ليه تأثير على تكونها وشخصيتها فيما بعد نتكلم الأول عن الأب في الرواية في الرواية شخصية رشيد هو أبو سلمة هو شخصية محورية لأن أزمة سلمة بتبدأ أو بتتصاعد من خلال وفاة الأب بعد مرض وهي بعد وفاةه بترجع بتحاول أن هي بتبقى كأنها في أزمة في حالة غير مستقرة نفسيا وبتبدأ تدور في الأوراق الخاصة بي وبتشوف أسراره وأسرار العائلة من خلال هذه الأوراق لكن هي متعلقة بي جدا وكأنه هو الشخصية المحورية المشكلة لشخصيتها والحياتها تأثرة بي جدا بس هي شايفة بطريقة موضوعية إلى درجة كبيرة يعني شايفة الجانب النزق والمشاكس والغير تقليدي في شخصيته وبتحاول تفهم نفسها وتفهم العائلة وأسرارها كلها من خلال شخصية هذا الأب الأب في رواياتي أنا لاحظت حاجة يمكن في كتير من الروايات الأب حاضر عبر الغياب يعني ممكن يكون الأب متوفي أو مش موجود أو هاجر للأسرة الحاضر الغائب لكن طول الوقت بيبقى تأثيره كبير جدا خاصة في وراء الفردوس بحضوره أو بغيابه صحيح يعني في معظم الروايات لاحظت أن بدون مقصد حتى أحيان كتير بيبقى حاضر بقوة عبر هذا الغياب إزاي بيؤثر عبره؟ قد إيه تأثيرها بيكون على البنت اللي بتتشكل بعد كده وبتشكل تكوينها عشان تكون امرأة وعلشان تكون أم وعلشان تكون زوجة لأنه حقيقي يمكن مع كل الاحترام والتقدير بس أحيانا غياب الأب أو أحيانا تأثير الأب بيبقى للأسف في شكل سلبي أحيانا ويمكن هو كأب ما بيبقاش مدرك ده في الحياة بقى الحياة بشكل عام بحضرات الكاتبة برضو نسائية أكيد بتلمسي المشاكل اللي ممكن تكون بتواجه أي بنت أو أي ست من خلال كتاباتك من خلال اتلعاتك شايفة قد إيه أهمية الأب في وجود البنت ممكن يكون ليه أثر كبير أي مكان بسلب أو بالإجاب في تكوين شخصيتها كمرأة بعد كده أو كزوجة بعد كده أو كأم بعد كده يعني أنا هقولك هو عموما القادرين أن هما يطلعوا شخصيات سوية وشخصيات قوية جدا هما الأقرب لهذه الشخصيات الأب والأم والعائلة عموما لو لاحظنا من خلال الكلام مع أطباء النفسيين مثلا أو المعالجين النفسيين أن معظم اللي بيترددوا على هذه العيادات من أجل العلاج بتبقى المشكلة بدقة من الطفولة المشكلة بدقة من مشكلات مع الأب أو مع الأم يا خياب الأب يا وفاة الأب أو أحيانا بيبقى تعامل عنيف شوية حتى لو الأب بيبقى شايف أنه هو لصالح الأبناء لكن أظن أننا في جيل وفي وقت المفروض يبقى فيه وعي كبير جدا بدور من كل أب ومن كل أم كيف يساهموا في تربية أطفال أسوياء لأن فترة الطفولة هي محددة جدا للشخص بعد كده حقيقة يا إما بتخليه شخص قوي قادر يتعامل حتى قادر يتحمل مسؤولية أخطائه حقيقة وإلا بتخليه شخص متخازل أو شخص معقد أو شخص حاسس طول الوقت أنه هو ضحية وممكن يكون إحساس مستحق لأنه تعرض لبعض التعامل العنيف مثلا في الطفولة فعشان كده بيبقى فيه دور كبير جدا على العائلة وعلى الأب والأم في التنشيئة في تشكيل الشخصية صحيح إذا كنا بنطلع شخصية سوية أو إذا كنا بنضمر في الشخصية دي وإحنا مش عارفين وإنش واخدين بالمع وفاكرين نفسنا أحيانا بنربي صحيح صحيح لازم زيانة الوعي في هذه النقطة طبعا طيب خلينا نتكلم شوية عن فكرة كمان حضرتك ترحتيها في الرواية وفكرة التمدن والخروج من القرية نعم إلى المدينة بالنسبة لبنت إحنا كمان مش بنتكلم عن شعر إحنا بنتكلم عن أنثى أو بنتكلم عن بنت تكلميني شوية أستاذة منصورة عن الجزئية دي وأشارتي إليها إزاي وجهة نظر حضرتك فيها إيه هو بالأساس الجزء التمدن هو مش بس خاص بفكرة الانتقال إلى المدينة لكن فكرة التصنيع العشوائي التصنيع العشوائي من خلال القرية الصغيرة في لحظة تحول إن هي بتحاول تدخل مجال الصناعة من خلال فكرة تجريف الطربة ومصانع الطوب الأحمر دي كانت شائعة جدا في التمانينات فإزاي ممكن ده بيعمل خلخلة للطبقة في القرية بيغير كل الألاقات الاجتماعية بيغير نظرة القرية النفسية طبعا إحنا في الروايات ما بنتكلمش بشكل عام بنتكلم من خلال شخصيات وأفراد أو بنلمس ده بشكل غير مباشر من بين السطور يعني لكن فيما يخص سلمة هي فكرة الاستقلال يعني الرواية لم تكن مشغولة كثيرا بفكرة الهجرة من الريف إلى المدينة أو فكرة التريف أو التمدن بقدر ما كانت هي عن فكرة الاستقلال الخروج عن العائلة بشكل ما النظر للعائلة نظرة موضوعية من مسافة معينة يعني هي أوكي سلمة راحت تدرس واستغلت في المدينة جميلة حصلت على الدكتوراه من فرنسا مثلا وهي بقت شخصية أخرى تماما لكن مش الفكرة في انتقالهم لده الفكرة كشخصية ككل التحديات اللي بتقبلها كل شخصية إزاي حتى الانتقال ده مش طول الوقت بيبقى حل لأن سلمة الآخر لحظة هي راجعة تاني للريف ورجعت شوف نفسها ورجعت واجه الماضي بتاعها من خلال هذا المكان اللي هي خرجت منه قبل كده إمتى الإنسان ممكن يضطر أنه يهرب من الواقع أو يحب أنه يهرب من الواقع أو يتمنى أنه ما يبقاش في الواقع اللي هو عايش في ده والله أحيان كتير بيبقى ده ميل تلقائي يعني البشر من عظمهم بيبقوا كانوا معايزين بيهربوا إلى الخيال أحبين على الواقع طول الوقت ولا فيه فعلا الناس حقيقي بجد بتبقى حقيقي وقعها قليم وبجد بتبقى عايزة تهرب منه أكيد يعني بس يعني أظن طول الوقت بقى فيه ميل تلقائي للهروب من الواقع والهروب من المشكلات لأن ده هو الحل الأسهل طول الوقت؟ إلا لو الأشخاص عندهم وعي بفكرة المواجهة بفكرة التجاوز من خلال الفهم وليس من خلال الهروب وده بيحتاج وعي بيحتاج ثقافة بيحتاج صراحة مع الذات إلى درجة كبيرة البطلات أكيد من خلال كل بطلة في الرواية نحن تكلمنا عن سلمة تكلمنا عن جميلة في بطلات أخريات أكيد في الرواية أكيد من خلال كل بطلة كنت حضرتك حبة أنك تحكي حكاية أو أنك تردي رسالة أو أنك تقولي موضوع أو تترحي حكاية من خلال كل بطلة عرفنا حكاية سلمة وعرفنا تقريبا حكاية جميلة بقيت البطلات كانت إيه حكايتهم؟ وأنا بكتب الشخصية بيبدأ يتضح لي ملامح الشخصية إيه الشخصية ده التحدي بالنسبة لها؟ إيه اللي هي عايزة تحققه؟ بعد كتابة الرواية انتبهت إنا إلى إن المؤثرات جدا في عالم الرواية نساء يعني الجدة رحمة هي أساس العائلة هي لكونة ثروة العائلة هي المتحكمة في الرجال والنساء في العائلة الشيخة في القرية هي شيخة وليست شيخ يعني عادة في القرية الرجل هو الشيخ في رواية النسائية بحتة يعني حتى المجذوبة شخصية المجذوبة في القرية هي امرأة وليست رجل. فبالتالي اكتشفت أنه كان فيه رغبة تحويل العالم إلى عالم مؤنس. تقنيس العالم بالكامل في الرواية. فبس هي الفكرة في حاجة أن رحمة وحتى الشخصيات التانية النسائية لها دور فاعل في الرواية. ده قد توحي أنه ده مجتمع أمومي. المرأة فيه هي المسيطرة. لكن بتكتشف من خلال الأحداث ومن خلال بين سطور الرواية. أن النساء في الرواية برغم القوة برغم التحكم إلا أنهن محافظات على المجتمع الزكوري القائم. يعني هما أكتر يمكن حتى اللي بتقهر المرأة في الرواية ممكن تبقى امرأة. يعني من خلال الجدة الجدة رسالتها الأساسية هي السيطرة على العالم كما هو وضع النساء مقابل وضع الرجال. فبالتالي هي كأنها بتقوم بدور في صالح الرجل. يعني حتى لو الرجل بيبقى متعاطف وبيبقى عايز يبقى فيه نوع من التوازن. الأم الجدة الكبيرة اللي هي رحمة هي لأ بتمنع ده. فالفكرة هو ده الواقع هو ده اللي بيحصل طول الوقت. فالمهم إن إحنا نشوف الواقع ونفهم إيه الأليات اللي بتحصل فيه يعني. المشاكل اللي كانت تهمك إنك تعبري عنها من خلال البطلات اللي موجودين في الرواية. هو بالأساس أنا بدأت الرواية وأنا في ذهني عايزة ألقط المناخ العام اللي كان موجود. والجو العام اللي كان موجود في فترة طفولتي في دل ترنيل. وكمان فكرة الحزن وتأثيره على الشخصية. إزاي الحزن ممكن يخرج الشخصية من يعني الشكل أو الصورة اللي هي عارفة بيها نفسها الحزن فيما يقص سلمة. فكرة فقد الأب. إزاي الفقد ممكن الشخصية تتعامل معاه. فإن الشخصية بتبدأ كأنها محطمة أو منهارة تماما بسبب فقد الأب. يعني فكنت كإني بختبر يعني عايزة أشوف إزاي الشخصية في الوضع ده ممكن تتعامل مع العالم. لكن الأهم بالنسبة لي كنت عايزة أستحضر الجو والغيبيات والأفكار والبناخ اللي كان سائد في الريف المصري في المنطقة الدلتة تحديدا في التمانينات. طيب إحنا بنستأذن حضرتك أستاذة منصورة نشوف مع بعض تقرير دلوقتي وحضرتك من ورانا. وبما أننا طبعا في شهر مارس وشهر الاحتفال بالمرأة ومعانا النهار ده كمان الأديبة الكبيرة الأستاذة منصورة عز الدين. هنشوف مع بعض تقرير عن أهم وأشهر الكاتبات المصريات. تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تأتي. كتبت فأبدعت إنها المرأة المصرية التي تمكنت أن يكون لها تأثيرها وسحرها الخاص في عالم الكتابة واستطاعت بقلمها أن تعبر عن واقعها وقضايا المجتمع. وهناك العديد من الكاتبات المصريات التي أثرين الحياة الأدبية والثقافية. من أبرزهن عائشة عبد الرحمن المفكرة والكاتبة والأستاذة الجامعية. تعد من أوائل من اشتغلنا بالصحافة في مصر فكتبت لجريدة الأهرام مقالاتها وكانت تحت اسم مستعار هو بنت الشاطئ. نالت عائشة عبد الرحمن رسالة الدكتوراه عام 1950 وناقشها عميد الأدب العربي طه حسين. ولها العديد من المؤلفات في الدراسات الفقهية والإسلامية والأدبية والتاريخية. من أشهر الكاتبات المصريات أيضاً سهير القلموي وهي كاتبة وأديبة كان لها تاريخ طويل في النضال النسوي. من أهم مؤلفاتها أحاديث جدتي وأدب الخوارج. تعد كذلك أمينة السعيد من أهم الكاتبات المصريات وهي من رائدات الحركة النسائية في مصر وأول امرأة تتولى رئاسة تحرير مجلة حواء. أثرت المكتبة العربية بعدة مؤلفات منها مشاهدات في الهند ومن وحي العزلة. كذلك الكاتبة والروائية رضو عشور. وكانت كاتبة استثنائية نشأت منذ طفولتها بين أحضان الأدب والثقافة. ولها العديد من الروايات والمجموعات القصصية. وحازت رواياتها شهرة عالمية وخاصة رواية ثلاثية غرناطة. وسيظل سجل الإبداع مفتوحاً تنضم إليه على مر العصور كاتبات جدد يحفرن أسماءهن في سماء الأدب المصري والعربي. ورجعنا لكم تاني ونسا منورانا الرواية الكبيرة الأستاذة منصورة عز الدين واللي متكلم معاها عن روايتها وراء الفردوس. فكرة التكوين الشخصيات النسائية أكيد حضرتك برضو بيكون عندك شكل للملامح لكل شخصية. يعني عايزة تطلعي مثلا الهادية عايزة تطلعي المتنمرة عايزة تطلعي القوية عايزة تطلعي الضعيفة. منانة على إيه بتختاري الشخصيات؟ على الحكاية ولا بتكوني محددة أنك عايزة يعني وحضرتك بتكتبي بتكوني محددة أن الشخصية دي عايزة تكون كذا الشخصية دي عايزة تكون كذا. هو كل شخصية أحيانا فيه شخصيات بتبقى بدقة في كتابتها وهي واضحة إلى درجة كبيرة. وحضرتك محددة ملامحها. بيقى واضحة كإني شايفاها. وبتبقى أحيانا كتير باخد من ملحظات طول الوقت الكاتب كأنه رادار بيشوف الأشياء اللي موجودة في العالم حوالي اللي بيقابلها في يومه مثلا وفي حياته. فبيستفيد منها في رسم الشخصيات. بعض الشخصيات بتبقى واضحة. شخصيات تانية بتتشكل خلال الكتابة. تظهر بقى معاك في وحادتك بتكتبي. حتى ممكن في شخصية أبدأ فيها وأنا في زين إن هي شخصية همشية في الرواية. تطلع عليها خط طويل في الموضوع. لا، الشخصية دي شخصية أساسية. والشخصية دي هي الممكن تبقى البطلة الأساسية في الرواية وليست البطلة الأولى أو البطلة الأولى اللي أنا كنت أخبرها. وتتغير موازين الحكاية. أه، وعيد الكتابة بناءا على هذا التصور. فأحيانا كتير فيه شخصية بتبقى مدتها ثرية. يعني هي شخصية متنوعة. بس المهم إن الكاتب هو بيكتب يعني ينتبه لده ويعدل بناءا عليه. بقى فيه درجة من المرونة. يعني فيه بعض الكتاب بيدخلوا بمخطط ثابت وأولي وما بيغيروش. أنا بحب أغير لو لقيت إن فيه شخصية خامتها أثرة أو أغنى. فممكن أمشي وراها زيش شخصية. وأحيانا كتير بلاقيني بكتب رواية مختلفة تماما. بتحصل طبعا. تكلمنا عن دور الأب وتأثيره. نتكلم شوية عن دور الأم. وقد إيه الأم بتكون مؤثرة بشكل كبير جدا بشكل فطري. يعني إحنا بنتأثر بأمهاتنا بالفطرة. صحيح. مش وإحنا قصدين أو مش وإحنا عارفين. صحيح. وبنكتشف ده مع مرور الزمن. يعني بنكتشف ده مع مرور الزمن. إن أنا بنعمل زيهم بالظبط. بنقول نفس الكلام. بنقابل الناس بنفس الطريقة. بنحب من نفس الحاجات. بنحب بنفس الحاجات. تأثير الأم من وجهة نصر حرارتك ككاتبة. أظهرتي إزاي في الرواية. وبشكل عام. رأيك إيه؟ هو في الرواية طبعا مؤثر جدا. لأن الجدة رحمة هي الأم لرشيد وجابر. يعني فأساسا هي الأم لرشيد وسميح. ولا وجابر سميح ابن أختها. السورية هي الأم لسلمة رشيد. وفيه كمان بشرة أم شخصية جميلة. فالأم مؤثرة جدا في الرواية. يعني في رسم الشخصيات. هي الأم مؤثرة بشكل عام في أي مكان. عموما طبعا. لكن التأثير ليس بالضرورة أنه يكون تأثير إيجابي. أحيانا ممكن التأثيري بقى سلبي. وزي ما حضرتك أشارتي. إحنا كلنا البنات فيه كأنه فيه دورات كده مطلحقة. أولا التمرد على الأم. والرغبة في الاختلاف. مع الزمن. ده في الأول بس. لكن بعد كده بنقذجهم بالزبط. بنيجي في لحظة معينة في سن معين. ونكتشف أن إحنا كأننا هم. بالزبط. يعني يتلاشى فكرة الرغبة في الاختلاف. وأحيانا في حالة حتى يعني فقد الأم. بيبقى فيه نوع من المحكاة القصدية شوية. كأننا عايزين نبقى صور منها أحيانا. فطبعا دور الأم مهم جدا. وإن كان في الروايات طبعا بالضرورة. أحيانا بنشوف في الدور من خلال حاجة سلبية. مش بالضرورة أن احنا بنشوف أهمية الأم من خلال أن احنا هنطلع أم مثالية. لأن الشخصيات في الروايات لو هنكتب عن شخصيات مثالية وكاملة. فبشيبقى فيه موضوع أساسا يعني. أحيانا بنشوف ده من خلال دور أم شريرة. أم متحكمة. أم نرجسية. فالفن بيخالينا نشوف الحاجة من خلال نقضها مثلا. تحرر الإنسان من ذكرياته يعني. أو أنه يقرر أنه يقلب الصفحة ويحاول ينسى ماضي. هل بنقدر نعمل كده؟ هل البشر بيقدروا يعملوا كده؟ أم لا ده سعاد؟ هو الماضي جزء مننا. وإحنا نتاج الماضي. بالنسبة من وجهة نظري. إحنا بنقدر نتجاوز الماضي لما يكون عندنا حاضر ثري. لما نبقى مستغرقين في الحاضر بنحقق نجاحات في الحاضر. أو في نوع من الرضا والإشباع بالحاضر. فده هو الضمانة الوحيدة اللي بتخلينا نتجاوز الماضي. حتى لو كان ماضي مؤلم جدا. ففكرة وجود حاضر ثري ومتنوع وحيوي. هي بتبقى الضمانة الوحيدة لأن الشخص يقدر يواجه الماضي بتاعه. لكننا في النهاية محدش يقدر يتخلص من الماضي بتاعه. المهم هو فاهم هذا الماضي والتسامح معه من أجل التجاوز. تصالح معاه طبعا. صحيح. تصالح معاه. والفاهم أهم شيء فاهم الماضي. الكتابة. حضرتك أشارتي إلى نقطة مهمة جدا. ويمكن كل علماء نفسه دكاترة الأمراض النفسية بيكتبوا دايما عن الموضوع ده. أو بيقولوا دايما عن الموضوع ده. أن الكتابة أحيانا بتخرج المشاكل. وبتعالج يمكن. وبتخلي الإنسان يطلع كل اللي جواه. والطبيبة المعالجة لسلمة في رواية حضرتك نصحتها بنفس النصيحة. صحيح. المين شوية عن الجزئية دي. هي رواية أساسا هي لها علاقة بالكتابة كنوع من العلاج. ويعني كأنها وسيلة للتعافي والشفاء من خلال شخصية سلمة. هي سلمة بتفهم الماضي من خلال كتابته. هي الطبيبة بتطلب منها أنها تكتب بس ذكريات. تدون أفكار حوالين ماضيها. لكن سلمة بتحول الموضوع المنطقة بعد أنها عايزة تكتب رواية. فده بيعقد المسألة بالنسبة لها أكتر. لكن طبعا الكتابة وسيلة للفهم. حتى لو تلاحظي. إحنا لو في حاجات في الواقع مش فاهمينها أو في تفوتات أو مظالم في الواقع. ممكن نشوفها في الواقع ما ننتبهش لها. لكن لو شفناها مكتوبة في رواية في قصة تبقى لفتا جدا. وبناخد بالنا من التنقضات الواقع لما تكتب بشكل فني وبشكل جميل. فالكتابة طبعا بتخلينا نشوف بين السطور. ننتبه للحاجات اللي كنا غفلين عنها. فالكتابة في الرواية هي نوع من وسيلة تعافي ووسيلة شفاء. وإيه اللي كانت سلمة طول الوقت بتحاول تهرب منه في الرواية؟ لا الناس تقرى الرواية. يعني المعالجة نفسية وكتابة وقلنا إن هي كانت شايفة في نفسها جميلة اللي ما عرفتش تحققها. إيه مشاكل سلمة؟ إيه الحاجات اللي كانت بتهرب منها سلمة؟ لأنا أدعو القارئ إنه يقرى الرواية على جاني يعرف بقى التفاصيل المخفية في شخصية سلمة. ممكن أكتب كتير جدا عن الشخصية. لما أجي أرسم العمل أو أبني العمل بكتشف إنه في تفاصيل زائدة مثلا. يعني في بعض الروايات ممكن تتحول لكشكول شخصيات. شخصيات مهمة وبرزة جدا وواضحة. لكن البناء نفسه أو بنية الرواية نفسها فيها مشكلة. لأن الشخصيات مش متدخلة معا بشكل فني أو العمل ككل فيه مشكلة ما. فبيحدد بالنسبة لي كمان بنية العمل. إيه اللي ممكن يتحزف من الشخصية وإيه اللي لا؟ إيه الرطوش اللي ممكن تبقى بسيطة. مش لازم أكتب كتير جدا عشان أبلور الشخصية. ممكن أبين جوهر الشخصية في مشهد في تفصيلة في لازمة هي بتقولها يعني عارفة زي. تزهيري شخصياتها. أتعود على فكرة الإظهار من خلال المحو. يعني بتمحي بعض الأجزاء وتركزي على أجزاء تانية. طبعا ببقى أحاول أشوف إيه دوافع الشخصية. إيه اللي الشخصية عايزاها. إيه اللي الشخصية بتخاف منه. كل هذه التفاصيل. المخاوف، التحديات، الدوافع. لما بفكر فيها بتبدأ الشخصيات تتضح معي أكتر. وراء الفردوس. اسم يعني برضو يخلينا نبقى عايزين نفهم. ما اللي وراء الفردوس. ما وراء الفردوس. إيه اللي وراء الفردوس. يعني هو طبعا رواية بين يعني كل شخص في الرواية له فردوس هو الخاص. كل شخص ليه الجنة أو الفردوس من خلال وجهة نظره. وإزاي ممكن تبقى الحدود متلاشية بين الجحيم والفردوس. يعني فيه تأولات كتير ممكن الخروج بها من الرواية. فيما يخص العلاقة بين الفردوس وهذا الواقع المأزومي الموجود فيها. وقدرت البطلة أنها تلاقي الفردوس أو العالم اللي حدرتك أشارتي إليه في الرواية؟ يعني أظن أنها قدرت تفهم إلى درجة كبيرة. خاصة في مشهد النهاية. يعني هو للإرنهاية المشهد أظن أنه هو بيوحي أكتر ما بيقول. فأظن أن المشهد بيوحي أن هي فهمة أشياء كتيرة تخص وضعها ووضع النساء في هذا المجتمع. طيب نتكلم شوية عن الغلاف. نتكلم شوية عن الغلاف. نختار حضرتك للغلاف والألوان اللي اخترتها في الغلاف والتصميم. هو طبعا الغلاف يعني من خلال دار النشر دار الشروق. والفنان عمر الكفراوي. والحقيقة كل الأغلفة مع دار النشر ممتازة جدا. بتعجبني ما بيبقاش فيه تعليقات. ما بيبقاش فيه أي مشكلة خالص. بالعكس بيبقى سعيدة جدا بالأغلفة الأربعة للروايات الصدر عن دار الشروق. وحسيت أنه هو الغلاف متماشي جدا مع رواية. مع عالم الرواية. سواء اللون سواء الرسمة الرفيئة بالضبط. يعني لي علاقة جدا جدا بعالم الرواية. أيه أيه. فكنت سعيدة بيه طبعا. جميل. فكرة أننا نعمل تبعات أخرى أو تبعات جديدة للرواية. ده بالنسبة لحضرتك بيكون ككاتبة بيكون جزء من نجاح الرواية. بيكون اتصال أو تواصل أكتر بجيل مختلف. بشباب مختلفة يمكن. أو بنات مختلفة ما أريدش الرواية. من وجهة نظر ككاتبة. يهمني أعرف فكرة إعادة طبع الرواية. بالنسبة لك بتمثلك إيه؟ أنا سعيدة جدا أنها تظهر في صياق مختلف حاليا. عن الصياق اللي هي اتنشرت فيه أول مرة. ويمكن فيه طبعات كانت خارج مصر. ففكرة إعادة موجودة في مصر وفي صياق روايات الأخرى الأحدث منها. فبحث إن إعادة طبع كروايات مجتمعة مع بعض. كأنه بيعيد تقديم الكاتب لشرائح جديدة وأجيال جديدة من القراءة. إنه ممكن يبقى متاح لهم إنه يقروا الكاتب في أكتر من رواية وأكتر من عمل. يعرفوا العالم اللي موجود حاليا جايز زي. والروايات الأحدث إيه اللي سبقها. إن الكاتب يقرأ في صياق متكامل من خلال دار نشر واحدة. من خلال إعادة إصدار الروايات كلها مع بعضها. يعني أظن ده مهم. أكيد أكيد. بشكر حررتك أستاذة منصورة على وجودك معنا. ودايما بكون سعيدة لما بقابل حضرتك. ولما بقابل النموذج الناجح من الكاتبات اللي بيقدروا يطرحوا المشاكل. أو حتى الحكايات الحلوة أو حتى القضايا. مش هزين تكون مشاكل يعني. اللي بتتعلق بقى النساء. مرسي أستاذة منصورة. أنا بشكرك جدا. مرسي حضرتك. وكده بنكون وصلنا معاكم نهاية حلقتنا النهاردة. والاستمتعت بيها جدا بوجود الكاتبة الأستاذة منصورة عز الدين. بروايتها وراء الفردوس. بشكر حضرتكم على حسن المتابعة. ويا رب دايما نكون عند الحسن ظنكم. كل سنة وحضرتكم طيبين. أشوفكم على خير. كان معكم رانيا السيد. شكرا.